بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اه فيديو النهاردة اه تست اون ريفيو بي. الاسبوع الثاني احنا اخدنا الوحدة الرابعة والخمسة ويونت سيكس الوحدة السابقة. دلوقتي هنحل عليهم تست ريفيو عن التلات وحدات دور اللي هما التلات وحدات اللي انا قلت عليهم. دلوقتي نبدأ في السؤال الاول. بيقول دكتور كريمات السيد وانزا اوورد. فازت بجائزة فور هير وورك لعملها عايزين نقول عملها في تكوين المعادن او بنية المعادن. وشكل المعادن تبقى معناها شكل. معناها تركيب. معناها تكوين. خلاص? لكن طبعا باقي المعاني لا تؤدي الغرض. دكتور السيد اللي هي نفس الشخص في الاولية دكتور كريمات السيد في عالم العلوم. يبقى هي خاصة. طبعش اقول جينرال ولا اقول عليها ولا حتى المبرة سرية دكتور السيد على الفكرة هنا مكتوب مش ساينز. تمام? هنا ده اسم. والاسم محتاج جدامه لصفة توصفه فهتبقى لكل الناس اللي بتقول اني لازم بيجي وراها اباوت. بيجي وراها اباوت لما يجيب وراها الحاجة اللي هو بيتكلم عنه. اقول لكن مكتوب عالمه. خلاص كده? ممكن اخذ لو كان كاتب مش كان كاتب هنا. قال دكتور سيد اه ساينز انسيزي است. زي اخدنا سؤال في البراتس قلنا يعني شخص متحمس لرياضة كرة القدم او شاغوف به. يبقى خلي بالك ده اسم هنا ساينتست مش ساينز. طيب. نمبر فور. دكتور السيد ها سبنت much of her life. قدد كسير من حياتها. other women. to become ساينتست يبقى انكوريجينك تشجع. ليه بقى عشان انها جايب تو. طيب انا ممكن اقول ارجينك. اقول ارجينك فور. ارجو ويز. بريفينت. بريفينت فروم. يبقى عندي انكوريج خطها لوجود هنا اه? لوجود تو. نمبر فايف. when you are women. you do a very good job for society. انت تؤدي عملا جيدا للمجتمع. يبقى عندما تعلم او تربي امرأة يبقى educate. نمبر سيكس دكتور سيد ادمايرد. افتخرت او كان معجبة به ذا. وبزاوية من ساينتست العالمة اللي هي ماري كوري كانت معجبة باكتشافات. اكتشافات ماري كوري يبدو نقول عنها اكتشافاتها. نمبر سيفن. وينش يرد? اباود كوري. لما قرأت عن ماري كوري. بياجي وراها المصدر. فمعظم الناس حتقول لك رب ما فيش هنا مصدر. خلاص كده. لكن بعد النقاط هنا موجود عندي فاعل. يعني جملة كاملة. نمبر ايت. التي عملت بجد في المدرسة. في العلوم. الماث والرياضة. لما نقول جيد فيه نقول لكن فيه عندنا معناها صالح لي او مفيد لي. نمبر نين في الماضي. وعايزين صفة لم يكن منتشر او كسير الاستخدام او شائعا لم يكن امرا شائعا للمرأة ان تذهب الى الجامعة. نمبر تن. ايت دكتور كرمية السيد. عايزين نقول استغرقت وقتا قويلا يبقى نقول تيك اللي هو توك. اللي هو معناها استغرقت. بعد ما تخرجت دكتور السيدة سفرت لبريطانيا. انت عاوز وراء مصدر. كل حيات اللي قدامك دي منها مصدر ومنها صفات زي مسلا. فنقول لكي تكمل لكي تكمل دراستها. سؤال يقول المعلم هو مي الذي الهمني مصد معلم اللغة العربية في المدرسة. يبقى فعل معناها يلهم. من الممكن ان يكون لديك وظيفة مهمة ويكون لديك عائلة يبقى عايزين نقول لنا توازن. كلمة بالانس اللي هي بتعبر عن او بمعنى كلمة توازن او يتوازن. في الصفحة اللي بعدين بيقول الوقت الذي نقضيه مع اطفالنا. معناها يقدر او يثمه. دكتور كرمية السيد مريد امان. تزوجت رجل كان ايضا ا ساينتست. ساينتستين اسم. وكلمة اللي قدامها عالم ابحاثة وعالم بحث. فما ينفعش اقول ده اسم. لا هنا مدام عندي اسم. كل الاسماء التي قبله تحول الى صفة. بنقول عالم ايه? عالم بحثي. المدرسة اللي ابتدائي كانت مكان. وهنا جايب المكان ده وجايب الوظيفة بتاعته اللي بيقول تعلمت فيه لغة انجليزية. اي مكان. وراه الوظيفة بتاعته بناخد فيه لغة انجليزية. لكن لو كان مكان وبنوصف المكان ده بناخد فيه لغة انجليزية. نابر سبنتين. زيرار تو بنز. يوجد تو. خلي بعض بيقول تو. كنين يعني. زيرار تو بنز في قلمين. اول ما يقول كنين. يبقى انت على طول هتجل على كلمة ايه? بوث. وانا بانتقد جدا يعني ومش بيعجبني خالص حتيت ان احنا نعلم الطلاب في الدرس ده. في الدرس ده. ان هما عندي ومجموعة حاجات. اول ما بيشوفوها بياخدوا كاس. يعني انا مسلا الغريبة اللي شفتها. باعت بيقول اول ما تشوف الكلام على تلين تاخد بوث. طب ما هنا الكلام هو كاتب تو. واضحة جدا. طب ما انا اقول يا سيدي اول كلمة المفروض تتقال في الدرس ده. او اي طالب. حابب يفهم الدرس بتاع ده اللي هو بتاع بوث ونزر ويزر. لازم نقوله رقم واحد تعتمد على الترجمه. ترجم الاول كويس. بعدين تبقى تاخد على القواعد اللي احنا بنيديها لك. خلاص? فمنفعش الطالب يحفظ حياة كده على طول مباشرة. تمام? الدرس ده طبعا بالنسبة لبعض الطلبة صعب جدا. لكن والله العظيم بص يعني انا هحط لك في الرابط هنا دلوقتي. الفيديو دلوقتي عشان تتفرج اه على الفيديو بتاع الوحدة الخامسة. وشوف الشرح وشوف التلخيص بتاعه وان شاء الله هتحس ان انت بتحل زي الفل بإذن الله. طيب. السؤال نرجع له تاني بيقول زي يوجد قلمين. فمش لازم اقول بوث. لازم اكمل الجراية. ايه قال هنا? بط. ولكن. اوف زيم از ماين. يعني اقول فيه جلمين على 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 المكتب. ولكن كلاهما بتاعي. طب ليه كلا ولكن? ليه كلمة ولكن ليه? طب انت كان قلت بوث فيه جلمين على المكتب. هما الاتنين بتاعي. ايه لازمت كلمة ولكن? كلمة ولكن عشان تقول لك انه فيه تناقضة. فيه جلمين لكن اولا واحد فيهم بتاعي يبقى نقول كلمة ايه? كلمة نيذر. مش بس نشوف كلمة تو. نروح نجري على على بوث. تماما حبابي? خلوا بقلكم في الامتحان. طيب نوبر ايتين. تحدثة الى اوف زففتين ستودنس. نقف بس شوية ومش لازم نكمل لها. اول حين تحت عزيفة طبعا عشان مش بتكلم على اين. خلاص كده? اللي هي كلمة ايه? اللي هي كلمة او. ايذر تاجي في نفي. خلاص? كنت جملة ايه? كنت جملة من فيه? افري و ايتش. افري مش بتاخد وراها اوف. ايتش تاخد اوف وياجي وراها اسم جمع وخلي باك لو كان في فعل وراها كان هيبقى فعل ايه? فعل مفرد. ايتش. اوف زففتين ستودنس. طيب نوبر نينتين زي ميوزيوم المتحف is open today. فتح اليوم انتم مروا وبكرة. بط ولكن اي كانت جو اون دي. هنا عندي كلمة كانت من فيه وظالم عندك نفي بيعتاخد ايذر. اوعى تقول نيذر. نيذر ده لما تكون جملة مسبت زي جملة لفوق لرقم سبعتاشر. هذه جملة مسبتة اهي? واخدنا فيها كلمتين اخدنا فيها نيذر. لكن لما جينا هنا في رقم تسعتاشر وصلنا لجملة منفية فيها كانت. فاخدنا ايذر. فبيجيت المتحف فاتح النهاردة وبكرة. لكن مش حقد نروح في ولا يوم يبقى يقول ايذر. ايذر ده. number 20 my parents. والي دي. have a mobile. have a mobile phone. يعني يقول لك parents دول. كم واحد. اثنين. جميل ما هو اثنين تاخد both. كلا هما معاه موبايل. يا حيو اللي عايز تقول both. تقول both my parents. تبدأ الكلام كي تقول both my parents. both of my parents. ذلك تقول my parents both. ما تنفعش. وزاد في حتة تانية. لو انت قلت my parents both كلا هما. هذا موبايل فون. العام موبايل. يبقى هما اللي اتنين بيمتلكوا موبايل واحد. لكن عايزين نقول كل واحد في هما معاه موبايل. يبقى نقول each. تمام? my parents each. طب لما هي كل. طب لي انت ما قلتش every. my parents دول اتنين و each بتدل على اتنين واكثر. لكن every بتدل على اكتر من اتنين. طيب number 21 my father runs in the park. اخوي اه ابي بيجري في البارك. داي عايزين نقول كل يوم. يبقى نقول every day. طيب فين اتش? ما جابش اتش عشان اتش تنفع على فكرة. طب اقول ليه ما نفعتش? قول دي بياجي بياجي ورا حاجة في اللي. قول دي اما بياجي وراها. اسم جمع وفعل جمع وراه. يا اما بتجيب اسم مفرد لا يعد. الشرط الاساسي انه يكون اسم مفرد لا يعد. فدي ده يوم يعد. خلاص? طيب number 22 بيجول الفيلم. الفيلم ووز زت. مدوم عندي كلمة زت. يقول انت يا اما معك ستش يا اما سوى. انا عندي هنا سوى وعندي ستش. امتى باخد ستش دي اصلا ستش اا او ستش على كده او اي حية. انا دول باستخدام هم لما يكون في عندي هنا جدامها اسم. لما يكون جدام زت هنا في اسم باخد ستش. لكنه ما فيش اسم. فانا متضر ان انا اخذ الصفة. وراسوة لونج. يبقى اللي يحكمني هنا المعنى. بيقول الفيلم كان ايه? ادارة ان احنا كلنا نمنا. بفور زيند. قبل ما يخلص يبقى اكيد كان فيلم طويل سو لون. number 23. بيقول اتس ماونتن. وانا عندي كلمة زت. ودام عندك زت يبقى اما عايز سوى اما ستش. طيب ايه مكتوب جدام زت? كلمة جبل. او لما في اسم هنا يبقى انتعاوز ستش. يعني اللي هي رقم سي ورقم دي دولار خلاص. هنستبعده. تفضل عندي ستش ادينجرس وستش اسيف. والاتنين كده بيختلفوا في المعنى اضطر ان انا لازم اترجم الجمه. بيقول اتس ما قلت انه جبل ايه? زت نوبادي هاس بين تو زتوب اتس. محدش يقدر يصعد للقمة بتاعته. يبقى اتس ستش ادينجرس. number 24. the toy is. وانا عندي كلمة تو والمصدر هنا. لما يكون عندي تو المصدر يا جماعة. لازم اخذ يا اما تو اللي هي بتوين او. يا اما اخذ كلمة انف. تمام? انا عندي تو اهو. لكن دور كده على انف. فيش انف. فاخدنا تو. اصبحت اللعبة تكون كبيرة جدا. لدرجة اني مش قادر احطها يعني في الايه في الصندوق او في الكرتون بتاعته. number عايز تو اللي هي بتنين او. يا اما عاوز كلمة enough. طيب ايه هنا مكتوب قدام نقطة? isn't مسبتة ولا منفية? منفية. يبقى اول حيت استبعدها كلمة تو. على اطول. لانه تو دي مش بتاعت معنى ان هي اصلا معناها منفي. اصلا المعنى بتاعها منفي. طيب فضلت عندي اتنين enough. كلمة هادئ ورف عاتي يعني او صلب او متلاطم. بقول اكزاسي البحر ده. ليس تو جو سومنج. ليس هادئا بما فيه الكفاية. ليس كلمة enough. تو جو سومنج حتى نذهب للصباح. number 26 دكتور عيشة عبد الرحمن. was born in 1913. يبقى دكتور عيشة عبد الرحمن اللي هي عاقل نقول عليها نقول عليها هو. طب ما زت بتيجي بدالها يا سيدي زت ما تنفعش مع الكوما. طيب. number 27. انا قرأت مقال ممتعا. انا قرأت مقالا ممتعا. انا قرأت مقالا رائعا. في المقال ده هناك امرأة تناضل من اجل دور ايجابي للمرأة في المجتمع. يبقى في هذا المقال بقى اللي فيه. اللي هي كانت اه متهالي بت اه كانت اه كانت ممرضة. كانت عايز تبقى ممرضة. الكلام هنا اللي هو عائلتها تعتقد انها ليست وظيفة مناسبة. الكلام مش على الكلام على وظيفة على الجوب نفسي. والجوب دي غير عاقل فتبقى 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 ممرضة. اللي عائلتها رفضت ان هي او حست ان هي وظيفة غير مناسبة لها يبقى نقول. املي دي كنسون مكنتش تحب انها تترك بيتها. الفت فيه معزم قصائدها يبقى ذلك الوظيفة بتاعة البيت يبقى نقول وير. يبقى املي دي كنسون مكتبها رفض اسم يبقى عايزين نقول اللي قصائدها يبقى نقول قصائدها نشرت بعد وفاتها. حد كده يكون خلص فيديو المراجعة على الثلاث وحدات الوحدة الرابعة والخمسة والساتة. اشكركم ان حسن استماعكم. والى لقاء اخر في فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.